رشحان القائمة الحرة الاتحاد لدالي إبراهيم بالعاصمة أهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة شكرا لقناة نهار أهلا كذلك يحضر معنا سيد عبدالقادر بغلي مترشحان حزب شبهة تحرير الوطني ببلدية زناتة من تلنسان أهلا بك وشكرا أيضا على تلبية الدعوة شكرا على وجه شكرا البداية ستكون معك سيد بن علي وكما كنا نتابع الآن محلية 27 أكتوبر مر أسبوع عن انطلاق الحملة الانتخابية كان فيه نوع من العزوف من قبل المواطنين نتكلم عنك بصفتك مترشح عن قائمة الاتحاد لدالي إبراهيم كيف جرت الأمور في الأسبوع الأول من الحملة بسم الله الرحمن الرحيم نحن فرحنا كيشفنا سقط الأمطار هذه الأيام الأخيرة وعلى خاطر ستوزنا أزمة هذه المياه والجباف اللي جزينا عليها وذو كان الحمد لله ليه ما تلونين كانت صعبة شوية هذا الانطلاق بالعقل بالعقل بدنا نحن نتاجه نحو الأحياء نتكلمون مع المواطنين نحكيون معهم وكان كهين لعبنا تانيك دور في الريزو ونقدرنا تانيك نتاصلهم مع المواطنين وقدمنا تانيك لبرنامج داعنا وشفنا الانشاء على التحم يعني كانت الحملة انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت سيد بن عليوة أذهب لك سيد عبد القادر بالفعل الحملة انتقلت من الواقع إلى المواقع هذا ما تبعناه في الفترة الأخيرة هل يمكن ربط ذلك اليوم على أن استقطاب المواطن وكسب تقت المواطن أصبح نوعا ما صعب لأنه كسيد عبد القادر البغلي كنا توقفنا عند الحملة الانتقابية قلنا على أنها تنقلت من الواقع إلى المواقع يعني اليوم أصبحنا العديد من المترشحين أصبحوا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأفكارهم وبرنامجهم هل في رأيك اليوم أصبح كسب تقت المواطن نوعا ما صعب لأنه كما قلت لك قبل قليل على أنه مفروض أن هذه الانتخابات البلدية تستخدم عدد كبير من المواطنين بسم الله الرحمن الرحيم صحيح هناك ثقة مفقودة منذ زمن بين الحاكم والمحكم واسترجاعها لن يكون بسهولة بل تستجدي من الجميع أن يكون خطابهم مباشرا إلى جمواء المواطنين وأن يحاولوا كسب ثقتهم بطريقة اللبغة لماذا؟ لطيلة عشرية من الزمن من رداءة للخطاب السياسي ومن سداجة بعض المسؤولين في التعامل مع المواطنين وفي تحقيق الوعود التي كانوا يطلقونها في كل مرة ذلك اليوم المواطن هو معدور إذا كان يفقد الثقة في هؤلاء المترشحين ويجب عليه أن يرى الأمور من جانب إيجابي لماذا؟ لأن اليوم رأينا أن عديد الشباب اتجهوا إلى العمل السياسي ويريدون بصفة أو بأخرى تغيير هذا الواقع المعاش وهذه المعاناة والمآسية التي يعانيها الشعب الجزائري لأن كان هناك مسؤولين مروا على البلدية أو على المجلس الشعبي الولائي أو ربما في أعلى هرم السلطة لم يقدموا أحسن ما كان يجب أن يقدموا وحتى أنه في أحد المرات لكي أطي مثلا أن المواطن اعتاد على رؤية الأشخاص دون المستوى على مستوى المحليات على مستوى البلدية اعتاد أيضا رؤيتهم فقط وقت الحملة بعد الحملة نص المنصة المواطن اعتاد على رؤية الشخص جامعي في منصب عالي والشخص لم يدرس ربما كرئيس بلدية لأنهم اعتادوا على هذه الطريقة في أحد المرات سألني مواطن وكتب لي تعليقا على السائل التوسط الاجتماعي قال اسمح لي بسحنة المستوى ذلك أكبر من مستوى البلدية ولكن إذا كنا نرى أن مستوانا أكبر من البلدية يجب أن نعود إلى البلدية لماذا؟ لأنها تمثل القاعدة لانطلاقة بناء دولة قويمة غير السقيمة لأن البلدية هي الأساس يوجد 1541 بلدية على مستوى الوطن إذا كل البلديات كان فيها رؤساء بلديات يقومون بدورهم على أكمل وجه السلطة التنفيذية ستقوم بمشاريع أخرى بمشاريع كبرى لم تبحث عن مشاكل بلديات أو عن حل النزاعات الموجودة على الله طيب أدعوكم للبقاء معنا سنتوقف عند فصل قصير ونعود لاستكمال نقاشنا أهلا بكم مشاهدين من جديد نعود ونواصل نقاشنا مع ضيوف حول محلية 27 أكتوبر وجدت كذلك ترحيب ضيوفي أمر إليك سيد عماد بن عليوة نتكلم عن العديد من البلديات التي يوجد بها اليوم العديد من مناطق الضيل تظهر ربما للعلن على أنها بلديات غنية لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما نتكلم مثلا عن بلدية دال إبراهيم أنت كمترشح هل تقربتم من السكان كاللديكم من سكان هذه المناطق لنقولوا على أنها مناطق ذلك في بلدية دال إبراهيم ربما أبرز الانشغالات وأهم نقاط في برامجكم حول هذه المناطق دال إبراهيم هي بلدية غنية لكن السكان تحا عايشين في معيشة سيئة ونبو كما نقولوا ضعيف جدا ضعيف جدا على سبيل المثال الناس بزاف تعرف دال إبراهيم غير الوسط ولكن دال إبراهيم جاي من حي الأرماف وحي السيانس حتى حي لقرانفون حي لقرانفون نعطيك مثلا هذا في الأمطار الغزيرة اللي صبت اللي أمتلي فاتو طهرت عيوب كبيرة في دال إبراهيم منها جنان على الشابو جنان على الشابو كما نقولوا شبكة الصرف الصحي طريقة تغلقت لما طلع والطريقة تغلقت الناس ما قدرش ما بدخل تيورها كما تانيك حي الأرماف تانيك حي الرياح الكبرى هذا لقرانفون طريقة تغلقت هذا ميثال برك لازم إعادة نظر في شبكة الصرف الصحي عن نقاع البلدية هذا ما بتانيك وبالنسبة للبرامج المتعلقة بتنمية المحلية في هذه البلديات البرامج التنمية المحلية تتمثل عندك كما احنا كما احنا رانف لازم كين إعادة نظر في بثاف الأمور كما قولوا لها كين الإنارة كين نفايات يرهم نفايات اليومية مثل وذكاتي كمشاكل كبار البلدية لازم يديروا دوريات كثيرة باش تقدل المنطقة نظيفة نفس النقطة سيد عبد القادر حول هذه البلديات التي تعاني اليوم بلديات جد فقيرة ما الذي يمكن قوله حول البرنامج هل تم إعطاء أهمية لهذه النقطة طبعا لماذا لأن كل رئيسي بلدية لبلدية فقيرة أو تعاني من شح الدعم المالي للولاية أو للسلطة التنفيذية يجب أن يكون رئيس البلدية على اطلاع تام بهذا الإشكال وأن يعي بأنه يجب عليه أن يخلق ثروة لهذه البلدية إذا ما أراد أن يسير الخمس سنوات التي هو فيها على كرسي تلك البلدية على أحسن ما يرام ولكن في خضم كل هذا يجب أن نتطرق إلى عديد الأشياء أولا أن البلديات في مختلف ربوع الوطن تعاني من أزمات مالية وتعاني من شح المدخول المالي لماذا؟ لأن تجد أن الولاية تتصرف في عديد الأشياء التي هي ملك في الواقع للبلدية مثلا إحنا في زناتا هناك مطار دولي مثال الحاجم معروف على المستوى الوطني ولكن البلدية لا تأخذ منه ولا سنت واحد وكل الأموال التي تدخل إلى المطار تذهب إلى الولاية شيء غريب جدا هناك أشياء أخرى مثلا حول المشاريع التنموية مثل ما قلت أو المشاريع التي يجب أن تكون على المستوى المحلي البلدية نحن تطرقنا إلى إشكاليات السكن لأن عديد المواطنين في هذه البلدية يعانون من مشكلة السكن رغم أن تعداد سكانهم ربع على فستمئة وتسعين نسمة مثل ما قلت لهم في أحد المرات لو اجتمعنا لدرنارينيون في قهوة ربع على فستمئة وتسعين نسمة رمض الموما يعاني وش مش سكنها ما كانش عندهم أصلا مشكلة السكن ولكن المشكل في السكن هي قع في غياب الوعاء العقاري يعني يجب على رئيس البلدية إعادة النظر في الأراضي سواء المملوكة الخوص أو المملوكة العام والتي هي مهملة ليسترجاعها وتقسيمها على السكان أما في التنمية المحلية باش ما ننساش في البرنامج درنا في برنامجنا بولي كلينيك مش عارف كيف يقوله بالعربية ومدرسة ابتدائية هذه من بين الأولويات ومتوسطة في منطقة جلالة اسمها حتى لا يصبح الأطفال يتنقلون من منطقة إلى أخرى عندي صديق لي يسكن في منطقة هذه زنة تدروا كبيرة ما هي صغيرة أنا كنت نقرأ وهذا صاحبك كنا نقرأ وكنا نهوده ومن هذه البلاصة اللي احتلك والتي تحتبلك 3 كيلومتر أبي باش نقرأه في بريمير بعد 30 سنة لازال ابن ابننا أنا ما عنديش ابن ولكن ابن الصديق تاعي يهبط من منزلي إلى غاية المدرسة الامتدائية لكل كيلومترات ما تغيرتش لمدة 30 سنة سيد رفي عمره 30 سنة ومزال في نفس الإشكاليات لذلك احنا قلنا بالأشخاص الذين سبقونا لم يعيروا اهتمام إلى هذه الجزئيات ولكن نحن سنهتم بهذه الجزئيات لأننا من لدن هذا المجتمع ونعي جيدا كل المشاكل الموجودة طيب أشرت لنقطة وهي السكن اليوم سيد عماد تقريبا نظرة المواتن رئيس البلدية هي فقط سكن ومرافق شوف على أنه إذا يود يتحصل على سكن يرح مباشرة لرئيس البلدية مشكلة في المرافق يرح مباشرة لرئيس البلدية لو نتكلم هنا عن مهام رئيس البلدية فيما يخص هذه النقطة مهام رئيس البلدية كما قلوا مالو رزمو ما عندوش لا تريبيشان تحت السكن وعضو بورك في لجنة تحت السكن اللي جاية في الدائرة ولكن هو اللي يستقبل المشاكل تحت المواطنين هو المواطنين هم اللي يجوا عنده يشكلوا له على المرافق يشكلوا له على السكن هذا نطلب من الدولة يزيدون في صالحيات رئيس المجلس الشعبي المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي البلدي هي هذه التغييرات التي طلبها بالفعل استمعناها من عديد المطر الشحيلة وهناك تفصيل على سبيل المثل كان حي اللي هو سيتيوريرال في دال إبراهيم عندهم ساكنات هشة ساكنين عندهم 40 سنة وما ساكنين تم عندهم يجوهم توجير يعطوهم وعود 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 بسرح ما كانوا وكانتانيك 17 عائلة ساكنة في رياح الكبرى نيغرانفو ساكنين في محلات في محلات وعطينهم تانيك وعود وما كالساكن هدوما يجو توجير البلد يشكيوا يشكيوا حتى الآن ما زال ما زال ما ضاولهم الشرعات دائما هذا هو الإشكال هي الوعود لكن في الميدان العديد من العائلات ومشاكل كبيرة فعلا نحن ودى بنا نخدمون نديروا لجنة أو المعلم على دائرة نخدموا معهم كيف كيف بشعر النظر في هذه العائلات ومن يرى هم متضررة نرحنا لهم نقع نحن لهم كما دفليغ رنفون كما حي سيانس وهو زيانية لما كاين عائلات تلقى ثلث عائلات ربعة عائلات ساكنين في أبدو أو في طروة ودائما مشكل كبير لبلدية غنية كما دالي براهيم قد رمم هي ناكلنا نعم تساهم نعم بفعب من أجل إيجاد حل لهذه المشاكل صلاحيات رئيس البلدية العديد من المطالب بإعادة النظر في هذه الصلاحيات وإعادة تفسير هذه الصلاحيات سيدة أبل قادر صحيح شوف القانون البلدي الخاص بالبلدية وبصلاحيات رئيس البلدية قانون 10-11 مؤرخ في 22 جوليا 2011 يقول في المادة الأولى ينص جازما أن البلدية هي الجماعة الإقليمية المحلية الممثلة للدولة تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية السلطة كذلك يعني في مجمل هذا القانون من بنطه العريض نرى أن رئيس البلدية له الصلاحيات تخويله إلى فعل العديد من الأشياء ولكن المشكلة ليس في القوانين أو في إرساء القوانين لماذا؟ لأننا دولة تمتاز بترسانة كبيرة من القوانين ولكن هذه القوانين لا تطبق البتة يعني أن المطبق والمشرع يتغادان معا على عديد الإشكاليات في كيفية تطبيق هذه القوانين عندما نأود إلى رئيس البلدية رئيس البلدية يتمتع بالاستقلالية المالية يعني لديه صلاحيات يتمتع باستقلالية إصدار القرارات يعني لديه صلاحيات ولكن رئيس البلدية دائما ما يرى نفسه قزما أمام رئيس الضائرة وأمام الوالي على الرغم من كون رئيس البلدية منتخب والوالي ورئيس الضائرة مجرد معينين لا يعرفون عقلية الشعب هناك هذا من جانب من جانب آخر كذلك عندما تغيب الكفاءة الرؤساء البلديات في تسيير هذه البلديات وتغيب الشخصية والكاريزما أمام المسؤولين الكبار بالطبع سيكون المسؤول هذا البلدي شخص ضعيف وأن يحصل على أي شيء لا يمكن تعميم ذلك طبعا نحن لا نعمم ولكن من منطلق عام وليس إجمالي كله هذا هو الذي يحصل في الجزائر طبق قبل الكبيرات باللي كانوا الناس يشوفوا باللي واحد عنده نيفو بريمار ولا سيجندر ولا بتاتر ترمينال هو اللي يكون بيا بيسي بواحد عنده نيفو دكتوران نرمى مو يكون مينيسر هذي هي البنسية تعالى الشعب لكن نرمى مو سي كنترار نعم بالنسبة للشباب الأكفاء الشباب أصحاب شهادات الجامعية تبعنا على أنه اليوم كان فيها فرصة كبيرة لشباب رئيس الجمهورية تحدث في العديد من المرات عن منح الفرصة للشباب تدخلون غمار هذا التجربة هناك أيضا بعض من الانتقادات لكم أنتم كشباب على أنكم ليست لديكم الممارسة التي يمكنكم الممارسة السياسية نتكلم حتى تضرب القانون من دخول غمار هذه الانتخابات ما الذي يمكن قوله بفضل القانون الجديد هذا الانتخابات يسمحنا باش نترشحوا كشباب كجمعيين وفي هذا الإطار نشكر صحيح لرئيس الجمهورية ليعطانا هذه الفرصة هذه باش نترشحوا وأنا كشباب أنا واحد منهم يشتري الجزائر الجديدة وأنا نشكروا هذه الجزائر الجديدة هي قلت أن ندخل في العالم السياسي مع الإخوان مع القائمات وهي وعندنا برنامج وعندنا برنامج داعنا متكون من كما نقول من من 6 محاور من 6 محاور من المصحة أن التربية أن لسهبين الميتاني كنا نضلك على التربية تربية في دالي براهيم كأن تناوية تناوية وحدة راهم في القسم وراهم يلحقوا وحدة الـ 50 60 وحدة في القسم وداما مام التلميذ هكذا ما يقدرش يستوعب الدرس تاعوه ومام الأستاذ ما يقدرش يقدم الدرس تاعوه كما يحب مام في إطار الصحة الصحة عندك عندناك عندناك بولي كلينيك وحدة في دالي براهيم عندك دالي براهيم كما قلنا نحن كبيرة فيها زيانية وفيها دالي براهيم الصندر وفيها الرياح الكوبرة في الرياح الكوبرة ما يف وكيسا كنا أمككم في الكابر المحاك بزايدات في البيار جميع سكان ذال благرهيم لم يكن في البيار من السوازين مثل بني بنين السوز كما هدايا عدينا في البرنامج اننا يجعلون لنا عيادة توليد الطفلا لهم بل تكونوا على مستوى ذال المعرمي لكي يقدروا اي حدوا ذلك لذلك يزيجوا لتماك بالفعل الشباب دائما الشباب يمكن خصوصا الشيء المميز اليوم بالفعل هؤلاء الشباب الذين دخلوا هذه التجربة يعني مستوى دراسي ما شاء الله العديد منهم جامعي هو حال يعني كل من عماد وسيد عبد القادر ما الذي يمكن أن يضيفه الشباب اليوم لجامع أصحاب الكفاءات وأصحاب أيضا الخبرة في مجال تخصصهم إلى اليوم في حالة ما إذا كان فيه نسبة كبيرة من فوزهم في هذه الانتخابات ما الذي يمكن أن يضيفه من شيء مميز في حالة قلنا ما إذا كان فيه نسبة فوز كبيرة عندما يتحدثون عن الشباب نرى كأن هؤلاء الشباب مثلما قلت لا يمتلكون الخبرة في التسير ولا يجب عليهم البتاء أن يسعوا إلى المسؤوليات بل يجب أن يبقوا دائما كمشاهدين ولا يمكنه الدخول إلى غمار أي انتخابات تذكر على الرغم من كون أن هذه البلاد التي نحن فيها تكونت بالشباب ولم تتكون أبدا بالشياء وإذا رأينا مفجر الطورة كانوا جميعهم شباب وإذا رأينا الوزراء الذين أتوا بعد 1962 كانوا غالبيتهم شباب ويمكن أن أذكر أسماء ولكن سأتفدى ذلك على الشباب الجزائري اليوم أن يسعى الدخول إلى المجال السياسي وأن يكون له طموح سياسي لماذا؟ لأن السياسي الذي لا يملك طموح سياسي في الوصول إلى أعلى مناصب السلطة أكوى بان تدخل دارك وتفرج البوليتيسيين في حالة العمل في حالة التلفزيون تفرج البوليتيسيين نحن اليوم عندما نقول الشباب راه داخل البلد هذه فيها 80% نسبة شباب وما كاش واحد يعرف لمن طالي تادي جن ميو كالي جن كاش واحد يعرف عقليات شباب أحسن من الشباب وما كاش واحد يقدر يبني دولة على عقليات الشيب وعقليات الاتحاد السوفيتي وعقليات الكوميونيست هذه سيبان لازم نفوتوها لازم نخبموه في أشياء تعمل مستقبل لازم نخبموه في الكابيتاليزم لازم نخبموه في تشجيع المستثمر الخاص المستثمر العام وما إلى ذلك من الأشياء التي تساهم في بناء منطقة وفي بناء بلد متهرام الأطراف جمليهم 380 741 كالومادر مربع وكان ما يكونوش عندك رؤساء بلديات وأشخاص منتخبين على المستوى الولائي أكفاء؟ ما تخطرش تبنيها وحدك ما عندك ما تدير رئيس الجمهورية وحده ويقدروا يدور 1541 كالومادر ويقدروا يديروا خدمتهم ويكونوا أكفاء ويكونوا شاباء لأنهم سيكونوا موتيفاء لتفاعل تفاعل بطريقة مستقبل لأنهم يكونوا خارج عن المألوف وأحيانا تلمون أن المواطنين أو يشوفوا يقولون أن المواطنين يكونوا بانال أو يقولون يقولون أنه يفو كيف سيخمم كما هذا؟ لا نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى المواطنين يخمم في أدنى الأمور وليخمم أنه قادر يوصل إلى أولى الأولويات نكتفي بفقط البسيط ونحن نتحدث عن الإضافة التي يمكن أن يقدمها الشباب أكيد نتحدث أيضا عن التروى خلق التروى ونتحدث اليوم عن خطة الإنعاش الاقتصادي خطة الإنعاش الاقتصادي اليوم من أجل تطبيقها الحكومة تسعى لإدخال الرقمنا على العديد من القطاعات اليوم كذلك هل فيه اهتمام بإدخال الرقمنا في برنامجكم سيد عماد بن علي ونتكلم أيضا بحكم أنت متحصل على شهادة ماستر في ذكاء الاقتصادي نعم من حكم يعني هذا يعني قلنا متحصل على شهادة في ذكاء الاقتصادي وكذلك نتكلم على الرقمنا هل فيه اهتمام برقمنا في برنامج قائمتكم؟ نعم نحن في البرنامج نشتاعنا ركزنا بزاف على الرقمنا هذا لتسهيل حاجات المواطن من ناحية كما نعطيك على سبيل المثال كما نعطوه شهادة الإزديات عندها عشر سنين كنا أنت ترح في وهران ولا ترح في الجزائر ما تقدرش تخرج شهادة الإزديات تاعك بصح يقولون لك في البلدية تاعك لازم تخرجها دوكاتيك الحمد لله بالرقمنا ونحن نخرجها بارتو ترح التامن راس تخرجها ترح شهادة الإزديات تاعك نحن هدايا نحاب نطبقها لجميع الوثائق التي تكون في البلدية منها رؤخص البناء منها كما نقولون الإزارشيف كان باركزم في بلدية الدراوين كان كما نقولون ونقار فيها بالإكسان صمدر كاري فيها الإزارشيف ولكن تايا قادر تديروا فيه في الترقمنا وتديروا لنميليزاتيون كما نقولون الرقمنا وتديروا غير في أوردناتور يحكم لك أربية متر كاري هذا مثال تهل المواطن تهل رحك الخدمة والوقت بس كنتك يجيك مواطن يحوز على وثيق حوالي يحوز على كاشا حاجة ماذا به يدي هادك تقولوش بولي على 8 أو 15 يوم هذا الرقمنا لح تهل في هذا المجال تهل كل شيء حتى أيضا لما لا نقل إنشغالات المواطنين استغلال رقمنا في ذلك عوض التنقل والمطالبة بالعديد من إنشغالاتهم اليومية خصوصا ونحن نتابع في العديد من الأحيان حتى الاستقبال ما يكونش من طرف المسؤولين صحيح الرقمنا هي شيء يساهم في خلق الثروة أولا عندما نتحدث عن خلق الثروة كيف يخلق الثروة؟ ستقلص ميزانية الأوراق وما إلى ذلك والمطبوعات والحبر وما إلى آخره ثانيا ستقلص تنقلات بالنسبة للمواطن وثالثا ستقلص من الأعباء على البلدية ومن العمال كذلك لأن المواطن اللي يكون عندها أمبريمونت في الضار كما قال الأخي همات يقدر يرتيري أن أكسترد نيسانس من دارة شهادة ميلاد من دارة بنت تخسرتها في كادور ريزيدنس نحن وصلنا اليوم نحضروا على الرقمنا ونت عندك كارت قيدون تتيبيو متريد لها فوتوكوبي أساس الهبال هذا الهبال هذا هو الهبال على الرقمنا ساكمنس كامسا الهبال والله العاطف وهذا وضروك اليوم لما نتحدث عن الرقمنا جيهم باللي نحن نديز أكستراتي لا لا الانيمريزازاتي هي شيء يجب أن يكون في مختلف الإدارات محددة ماذا تصعلين كما قمنا الحكومة يعني العدد من التصعيلات الوزارة الداخلية كانت بدأت في هذا المجال وأصبحنا قادرا هنا على استخراج شهادات الميلاد ووزارة العدل كذلك دخلت في هذا المجال وأصبحنا قادرا هنا على استخراج الكازي ديوسيار السجل السوابق العدلية من بيوتنا ولكن يجب أن تعمم على غالبية الوتائق كما قال عمار وهنا لك شيء آخر عندما نتحدث عن رقمنا يجب على كل بلدية أن تبتلك موقعا لها لكي يصل للمواطنين انشغالات المواطنين إلى رئيس البلدية وكذلك مطالب رئيس البلدية من الشعب إلى الشعب وثانيا لكي تنقل الأخبار وثالثا أنا هادي نشوفها بالحاجة لازم تكون في كندا مثلا نعطيه بهم المثال أنهم دولة عظمى الضرائب المدفوعة من المواطنين تخرج في مدفوعة يقولون لك بالليفوالة لن يخلصها لنرقنا به ترطوار ولن يخلصها فلان لنرقنا به الشجرة ولن يخلصها فلان لنعودنا به البنت وراء تعدى قدر مسكين ما عندهش نحن هات الصوالح لازم يكونوا لا تكذبش على السيطوين راي يخلص لزانبو يخلص كده تبلي انت عندك ميزانية بليلة وضوحها بليلة وضوحها يكونوا هاتذة مثل هذه الأمور من قوم ياريفي وولا سنوزاون لغياليزيسا نبوون ياريفي إذا كنت عندنا الإرادة لتحقيق هذه الأمور يمكننا أن نصلها وحتى الميزانية البلدية ما عليش نخبيها عندي وعندي كونطات جيلها بيبلي ننشرها للناس باش تطالع هذا يخص الشعب ما يخصنيش أنا كمسؤول على الشعب أن يطالع على جميع الأمور لأنه هو المنطبها أنا مجرد موظفي لدى الشعبي واللس مسؤولا عليه يجب أن تكون هذه القناة لدي جميع المسؤولين على مستوى كل القطاعات مش يبرك على مستوى البلدية قبل الختام أترك لكم الكلمة الأخيرة البداية ستكون معك سيد بن علوة أنا ندعو للمواطنين باش يترشحوا بقوة شكرا وسيد عبد القادر قبل الختام بما هناك بعض النقاط التي لم نسترق إليها توضي الإشارة إليها وما إلى غير ذلك لا أحتلاء طيل أنا أريد أن أقول شيئا واحدا فقط على سكان المنطقة التي أيتيت منها بلدية زناتا أن يضعوا ثقتهم فينا كشباب وثانيا مشروعنا الذي بدأ بمعيات عديد الأصدقاء محمد زراد محمد ألي الدحمان باش ندخل أسمواتهم كامل بسحب الزاف 16 واحد ما يجلس لما لهم هو فكرة وكما يقول فيكتوريكو لا يمكن لأي قوة فوق الأرض أن تقف في وجه فكرة حان وقتها الله أكبر وتحية الجزائر نتمنى أنتم بالفعل أن تقدمونها الإضافة أنتم كشباب نتمنى لكم أكيد التوفيق سيد عبدالقاتر بغلي مترشح عن حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية زناتا من تليمسان نشكرك على تلبية الدعوة السيد عماد سعيد بن علي ومترشح عن القائمة الحرة الاتحاد لدال إبراهيم العاصمة أشكرك مرة أخرى على قبول الدعوة شكرا